دعا القائد في البحر الأمريكي الأدميرال مارك ميجز إلى تبني موقف أكثر عدواني مع الحوثيين لإيقاف هجماتهم ضد السفن الشحنة التجارية في البحر الأحمر وقال المسؤول الأمريكي إن ضباطا في البحرية اقترحوا توجيه ضربات أكثر شراسة على الحوثيين لكن القادة العليا رفضت ذلك بحجة عدم الرغبة في توسيع الصراع مشددا على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حجد جميع مواردها بشكل أكثر قوة بما في ذلك الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية